اهلا بكم في موجزي الاخبار من قناة حلب اليوم موقع خبر لارا التركي يؤكد وفاة اربعة اطفال سوريين جراء حريقا اندلع في قبوة مبنى مكون من اربعة طوابق في منطقة السينيورد بولاية الصنبول التركية وكالة سبوتنيكا الروسية تقول ان قاعدة القوات الامريكية في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقية سوريا تعرضت امس الاثنين لقصف صاروخي خروج مئتي شخص من اهالي مدينة منبيج القاطنين في مخيم الهول شرقية الحسكة ضمن قافلة متجهة الى مناطقهم بريف حلب تجمع احرار حوران يقول ان اشتباكات اندلعت ليلا في محيط اللواء اثنين وخمسين ميجا شرقية مدينة الحراك بريف حدرعة تزامنا مع قصف المدينة بقذائف الدبابات والهاو من قبل قوات النظام وخلال لقائه المبعوث الاممي الى سوريا الرئيس اللبناني مشير عون يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على مجموعة فاجنالا الروسية وافراد وكيانات مرتبطين بها بسبب ممارساتها المزعزعة للاستقرار وانتهاكها حقوق الانسان اشتركوا في القناة